اشتركوا في القناة من الفريق فيكتوريوس في المرتبة الثانية وحلت في المركز الثالث الفارس من المجيد من نفس الفريق وشهدت السباقات التأهلية مشاركة واسعة وصلت إلى 157 فارسا وفارسة يمثلون مختلف الاستبلات إلى جانب مشاركة فرسان من المملكة العربية السعودية وقطر وسوريا بالإضافة إلى باكستان نظمة حلبة البحرين الدولية موطن رياضة سيارات في الشرق الأوسط طيب سباق بابكو انيرجي حفل الانطلاق الرسمي لهذا السباق للتحمل ثماني ساعات والذي سينطلق في الثالث والرابع من نوفمبر المقبل ومن المقرر أن يشهد هذا السباق انطلاق منافسات الجولة الختمية من بطولة التحمل العالمية 2023 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وما يقارب 35 سيارة على خط الانطلاق تضم سبع مصنعين عالميين وفرق ذات شهرة عالمية وقائمة سائقين من الأبرز عالميا كفح سبيستيان لوف بغوة للحفاظ على بقاء فريق البحرين ريد إكستريم في خضم المنافسة برالي المغرب حيث نشأت في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معركة صحراوية كلاسيكية بين أفضل السائقين في العالم وسجل لوف بسيارة برودراي هانتر البحرين ريد إكستريم ثالث أسرع زمن في المرحلة الثانية من الرالية والتي بلق طولها 296 كم وكان أورلي زميلة لوف بالفريق الحائز على المركز الثاني في رالي المغرب العام الماضي محظوظا تماما فارقاما بقيادة رائعة بسيارته ولكنه عانى من مشاكل في الأجهزة التعليق في الجزء الأول مما أجبره على التوقف لانتظار قطع الغيار لمواصلة باقي المرحلة حققت مملكة البحرين المركز الأول في بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكواندو للشباب والناشئين في نسختها الأولى والمقامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث حصل لعبواء المملكة كأس البطولة وثماني ميداليات ذهبية وخمسة فضية وقد توجد سعادة سفيرة فوزية بن عبدالله زينال سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية توجدت لعبه فريق نادي الروح الحرة بكأس البطولة والميدالية الملونة فرضت العداء وينفرد يافي نفسها على الساحة العالمية والقرية في عام 2023 ليتم اختيارها من قبل التحديد دولي لألعاب القوة ضمن قيمة أفضل 11 عداء عالمية يتم التصويت عليهن لاختيار إحدهن كأفضل عداء في العالم لهذا العام وكانت يافي قد توجد بلقبي بطولة العالم والدوري الماسي في سباق 3000 متر موانع قبل أن تحرز في دورة الألعاب الأسيوية الأخيرة ذهبية السباق ذاته إلى جانب ذهبية سباق 1500 متر